أرجو منكم سيدي أن تدعو الله لي وأن تطلب من المشاهدين والمصلين أن يدعو الله لي أن يعود إلي زوجي عندنا طفلة وزوجي قد أخذ مني ظلماً وعدواناً واستعمل السحر للتفريق بيننا وأنا أحبه أرجو منك سيدي أن تدعو الله أن يعود إلي فهو مرة يريد أن يعود ولكن يمنعه السحر أفدو إيديكم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت الإله العظيم في عليائك اللهم اجمع بينهما اللهم أعده إلى زوجته اللهم احفظه من السحر وارفع السحر عنه اللهم يا ربي إن هذه المرأة البليدية التجأت إلينا لأنها تظن فينا الصالح وتظن أن دعاءنا مستجاب اللهم يا رب يا رب يا رب نستألك يا ربي ما تحش مناش يا رب ما تحش مناش يا رب استجبنا يا رب اللهم يا ربي أسألك لهذا السحر لرمي فرق بين المرأة وزوجها اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إني أسألك باسمك الأعظم اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت يا الله يا حي يا قيوم اللهم أرفع السحر عن هذا الرجل وأعيده إلى زوجته يا رب العالمين ربي يحفظ البلاد ما الصحر والفجر الصحر ودير حالة حسبونا الله ونعم الوكيل الأخت البوليدية أبشيري خيرا والله إني دعيت لكم القلبي وربي يستجيب بإذن الله لأن ربي ماشي يستجيب على جلد عيتنا كاين أطفال الأنام يدعوا معنا كاين جنودا في القارطات يدعوا معنا كاين ناسي في المستشفيات أم يدعوا معنا شيوخاء جايز نص الحين أم يدعوا لك إن شاء الله وربي ما يخيبهمش دكتوفي اليوم عارت لك يفطن ويجي يدخدق فضع بإذن الله سائل يقول أعاني من سلس البول وقطرات البول لا أتحكم فيها كيف أتوضى وكيف أصلي وهل يجوز لي التيمم إذا كان هذا السلس إذا كان هذا السلس يأتيك في كل صلات يعني في كل صلات هنا يا أنت مريد مستنكح بالسلس يعني دائما يأتيك هذا السلس أما لا واش تدير تتوضى تتوضى كي ما يتوضى والناس تستنجى كي ما يستنجى وتدير قطن ولا خرقة ولا الحفاظات وتصلي ولو البول يسيل لأن هذا مرض فهمتها؟ تتوضى تدير الحفاظات ولا أقمش ولا قطن المهم يدير حاجة كي لا تتلطق وتصلي ولما تكمل الصلاة لما تجي الصلاة جديدة تبدل هذه الحفاظات أنت تتوضى لكل صلاة فهمتها؟ تتوضى لكل صلاة ولا تنتقل إلى التيمم قال علماؤنا المالكية عليهم أرضى وعرضوان وضوء ناقص خير من تيمم كامل شوف كيف وضوء ناقص خير من تيمم كامل فهمتها؟ لا تنتقل إلى التيمم التيمم لا ينتقل إليه إلا عند العجز عن الوضوء فصل لخوف ضرر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم سمعت واش قال ابن عاشر واللي ما يحفظ ابن عاشر ما عنده ما يقشر أحفظ ابن عاشر وأنا أنصح كل من يستمع إلي أحفظ ابن عاشر أو فيه كلش فيه العقيدة فيه الفقه وفيه التربية والتصوّم هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة فصل لخوف ضرر خوف ضرر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم شفت على سهلة؟ شفت علماءنا كيف سهلونا الشريعة كيف سهلونا الفقه وإحنا خيرنا طريق المعيز طريق أبو خليطة خلينا طريق مالك وطريق ابن القاسم وطريق أشهب وطريق الدسوق والدردير وطريق الإمام سحنون وطريق الإمام الدواخ وطريق الشيخ عبد الرحمن الجلالي وطريق الإمام شنتير وطريق الشيخ كتو وطريق الشيخ بالكبير وطريق الشيخ رحم وطريق 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 آلاف العلماء لعبدنا هذا الطريق خلينا ورحنا طريق أبو نقيطة وأبو قطيطة وأبو خليطة وأبو دمرتوه الشعب الجزائري حسبنا الله ونعم الوكيل ملا أنت تتوضى لكل صلاة نعم سائلة من تندوف تقول عندي حلي ذهبية ولا أدري كيف أزكيها أنت لا تزكيها يا أختي لا تزكي الحلي لا تزكيها أشفاه إنساني عندها الحلي تتزين بها يعني حاولوا تفهموا في النية التحية تتزين بها ولو في الواقع ما راهيش تتزين بها ولو حطتها في الأخزانة وهذه المرة دائما لابسها شن تفتع الدهب دائما لابسها كرفاش بلحية ومنحاولوا اللحية ذكروا كرفاش بلحية يعني المرة دائما بالمسايس والخواتم هاي عندها دهب عندها عشرين كيلو عشرين كيلو حطتهم في الأخزانة وش نيتها تتزين في المناسبات في العراس هذا لا زكاة فيه ولو مئة كيلو أما إذا كان دارت الدهب للعاقبة قال أنا عرض من دير درها ما بديمين يطيحوا 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 نشريهم الدهب باش نبني باش نتزوج للعاقبة فهذا فيه زكاة هذا مال أما إذا كان للحليل فقط وهذه المرام أما الراجل ما يجزلوش يلبس الدهب ولا يلبس الحرير شوفوا الإسلام كيف فشش لما lifشوش ورولي عقيدة ورولي دين ورولي حضارة ورولي دولة دارت الدهب ملك لنسة فقط الراجل ما يجزلوش يتزين ولا يتحلى بالدهب ورولي حضارة دارت الحرير للنسة فقط الراجل في الشريعة الإسلامية حرام يلبس الحرير سمعتوا يا أصحاب الكرافطات أو كاي لو يدير الكرافطة تعوه من الحرير لا يجوز لك دير كرافطة ولكن مشي من الحرير مادة أخرى يجوز أما من الحرير فلا يجوز بل اختلف العلماء في حكم إمرأة فرشة فراشها مزوجها مع رجلة ولكن الفراش داتوا من الحرير كايين علماء بك شو قالوا قال لك تطويه الجهة الراجل تطويه الجهة الراجل من يرقدش على هذه الحرير وكايين قالوا لا لا تابعا لها يعني يرقد على هذه الحرير تابعا لها شوف الإسلام كيف فششكم الحمد لله على نعمة الإسلام